آلاف الدونمات الزراعية في كربلاء أصبحت جرداء قاحلة بسبب الإهمال الحكومي والفساد الذي يدمر مقومات الانتاج الوطني والمحلي من أجل ترويج المنتجات المستوردة من بعض دول الجوار كل ذلك دفع فلاحي المحافظة إلى الخروج للتظاهر مطالبين بصرف مستحقاتهم ووقف انهيار القطاع الزراعي قبل فوات الأوان لحد الآن لا نطونا فلوس لا نطونا كمياوي لا نطونا حبوب وهذا الشهر بقى ثلاثة يام اربع تيام احنا لازم نزرع وين ننطو جوهنا لحد الآن منين ما نفتر واحد يذبها واحد أقول ما ليه يذبها على الزراعة أقول الزراع يذبها على التجارة أقول التجارة يذبها وين نروحنا دلونا احنا دلونا يقول لنا مو عراقين هنطلع أما تنهون الثروة فدمره عم الحقول الزراعي انتهت في العراق اهمال القطاع الزراعي ليس في كربلاء وحدها وإنما يشمل العراق كله وكأنها خطة ممنهجة يراها مراقبون تنفذ لمصلحة جهات تريد للعراق أن يبقى أسيرا للتبعية السياسية والاقتصادية وزارة الزراعة أنه تزرع مستعقاد الفلاح وتدعم القطاع الزراعي يعني إذا هما يردون يبنون بلد إذا حكومة صديقة يبني بلد هو شنه يبني البلد إحنا ناس بسطاء نعرف اللي يبني البلد شنه معلم يربيه جندي يحميه فلاح يغذيه إذا هذول قدروا يسوونه هما يبنون بلد إذا ما سووا ذن ما يبنون بلد هي فلسفة البسطاء الذين علمتهم المعاناة كيف تبنى الأوطان فلا وطن يبنى إلا بقيام كل ذي واجب بواجبه ولا تقوى الأوطان إلا بدعم قطاعات الاقتصاد الرئيسة من زراعة أو صناعة أو نفط وقبل ذلك وبالتوازي معه بإشاعة مناخ من العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد